نحن نؤكد مرارا وتكرارا على من يتهم الهوية العراقية بالانسلاخ أو الذهاب بعيدا من خلال عرض أزياء هنا أو حفلة فيقول أن الثقافة العراقية ثقافة ربما هي غير مستقرة أو هي تتجه صوبة عنوين لا نريد ذكرها مثل هذه الزيارات تبرز الهوية العراقية يعني هذه هي الهوية العراقية متمثلة بملايين الناس الذين يعتقدون بمعتقد يسيرون إليه محجبون يصلون مؤمنون يحافظون على القرب من الله موحدون هذا جانب مهم ويجب التركيز عليه أننا نكرر قبل فترة 25 شعبان كان عندنا 13 مليون معدى كل الإضافات الإعلامية 25 رجب اللي هي استشهاد الإمام الكارم واليوم نحن في الخامس عشر من شعبان نعيد أيضا طرح هويتنا العراقية وهذا مهم حتى لا يأتي متصيد في الماء العكر ويبحث عن حفلة حضرة فيها بضعة مئات أو شيء آخر ويقول أننا هذا العراق لا هذا العراق أو هذا هو المعنى الواضح للعراق